ينضم إلينا من بوستون الدكتور دوغلاس ميلتون مكتشف علاج مرض السكري بالخلايا الجذعية مرحبا بك معنا دكتور ميلتون على شاشة الغد وتهانينا طبعا على هذا الاكتشاف في البداية أشكركم لوجودي معكم نعم فأنا سعيد بهذا الاكتشاف وهذا التقدم دكتور ميلتون يعني لو تشرح لنا تجربة علاج السكري بالخلايا الجذعية وهذا الأمل الكبير الآن لمرضى السكري بهذا النوع من العلاج أشكركم للسؤال الأمر ليس معقد كثيرا الكثير من الأشخاص يعرفون أن من يعانون من أداء السكري من النوع الأول بعد قياس مستوى السكر في دمائهم ومراقبة الجلوكوز عليهم تلقي حقا الإنسولين عدة مرات في اليوم من خلال سيرينجا وذلك لجأنا إلى سعي نحو إيجاد علاج طبيعي والذي يفرز الإنسولين ويستجيب للجلوكوز وهذا يسمى بخلايا البيتا التي تتواجد في البانكرياس بعد عشرين عاما من العمل مع الخلايا الجنينية توصلنا إلى طريقة يمكن أن تفرز تلك الخلايا التي تفرز على الإنسولين ويمكن خلق عدد ليس لا حدود من هذه الخلايا السيد شيلتن تلقى هذه الخلايا من خلال حقن تلك الخلايا في كبده ولكن لأن تلك الخلايا ليست خلايا وهو ولم يعد لديه تلك الخلايا يتطلب أيضا إدخال مثبتات الجهاز المناعي لتثبيت الجهاز المناعي ولكن المريض يستجيب للعلاج بشكل جيد جدا وأنا أمل أن يكون هذا علاج طبيعي لعلاج هذا المرض حتى لا يتوجب على الأشخاص مراقبة معدلات الإنسولين لديهم كل يوم الدور الذي تقوم به الخلايا الجذعية دكتور ميلتون في التعامل مع النوع الأول من السكري وهل أي مريض بمرض السكري يمكن أن يتفاعل بشكل طبيعي مع هذا النوع من العلاج؟ هذا هو جيد جدا